فرقتين بجد المباراة دي تبقى صعبة جدا مين المرشح الاقوى فيهم للفوز معاني انا عارفة السؤال ده بالنسبة لك هيبقى صعبة شوية لان الاتنين بجد فرق كويسة وفرق قوي هم الفرقتين داخلين المباراة النهاردة هو كل واحد فيهم حافظ التاني كويس جدا ولكن هو في حاجة بس مختلفة في بيرامدز شوية ان هو بيرامدز بيحاول يشتغل يوريشيتش بيغير الطريقة بتقدر بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بيغير مراكز بيغير رمضان صبحي بعد مكان بيلعب جناح شمال شوفنا رمضان في مطشن الجيش الرواندي بيلعب صانع لعب بيغير رمضان صبحي ازاي بيغيره بيغير مكانه في المراكز ورمضان بيلعب على الجنب الشمال ولا عشان هو فيه كلام بيقول رمضان رايح الزمالك لا هو المفوضة دي الكلام ده دايما بيتكرر كل فترة كل فترة التوقف كل فترة الدنيا بتهدى تتكلم تاني عن رمضان ده رمضان رايح الزمالك ده رمضان كلم عضو مجلس ضرف الأهلي علشان يرجع فمسألة رمضان دي بتتكرر كتير نعم رمضان حتى الان هو اللعب مستقر في بيرامدز كمان الراتب اللي بياخده في بيرامدز مش اي نادي هيقدر يدهوله والأهلي والزمالك عندهم سقف معين للرواتب ما قدروش يعدوه فالعملية بتكون صعبة شوية بالنسبة لتشكيل بيرامدز او للأداء اللي بيلعب به بيرامدز هو بيرامدز وجود رمضان صبحي في عملية صنع اللعب هي بتفيد الفريق وبتضره بتفيد الفريق في نقطة ان انا عندي مصطفى فتحي في الجناح اليمين وعندي إبراهيم عادل في الجناح الشمال وعندي رمضان صبحي وفيتسون مايلي فيه الهجوم عندي خطه هجوم قوي متمنوع اكتر من لعيب موجود واكتر من بروفايل موجود في الملعب قدر اعتمد عليهم مضرف ايه ان رمضان صبحي لعيب من اللعيبة اللي بتعتمد في طريقة لعبها على المواجهة ان هو مع الكرة ورايح في مواجهة المدافع مش مستني المدافع هو اللي يجيله رايح وش الوش في المدافع بيحاول ان هو يعدي منه ويلعب كرة عرضية او يسدد على المرمى في حالة صنع اللعب اغلب الوقت اللي رمضان هيستلم فيه كرة بيستلم الكرة وضهره للملعب بتاع الخصم فمضطر ان هو يلسه هيلف تبقى الموضوع صعب شوية بالنسبة لرمضان عملية الزماليكو بيرامدز دايما برضو مواجهات الزماليكو بيرامدز من المباريات اللي صعب التنبؤ بيها لان الفرئتين اه فيه تفوق للزماليكو في تاريخ المواجهات ولكن الفرئتين دايما كانوا بيدغطوا على بعض الفرئتين قريبين من بعض في المستوى بيرامدز دايما من اول مظاهر بيحاول ان هو يضغط على الاهل والزماليكو بينافس الاهل والزماليكو فريق الزماليك داخل المattش ان هو انا بطل السوبر الافريقي عايز ياخد السوبر المحلي يحقق افضل بداية ممكنة للموسم لان لسه الموسم بتايعو عنده بطولة الدوري وعنده طولة كاس الكنفيدرالية فان هو يبدأ الموسم بالسوبر الافريقي بعدين السوبر المحلي تبقى بداية كويسة جدا الزماليكو مستقر بشكل كبير على التشكيل اللي هيبدأ به مستقرة على الطريقة اللي هيلعب بيها طريقة الزمالك أقصر استقرارا من بيرامدز اللي لسه بيجرب طريقة جديدة الراجل في بيرامدز عنده عناصر لسه مدخلتش عنده لعيبة جديدة لسه مدخلتش طب برأيك أنت يعني إيه عناصر القوى اللي عند بيرامدز اللي يقدر يراهن بيها قدام فريق زين الزمالك هو بيرامدز عنده عناصر قوى كتير جدا أولهم وأهمهم لو هنبدأ من الخط الخلفي محمد الشيبي الباكرايت لعيب من أحسن لعيبة الدوري الموجودين حاليا أفضل باكرايت في الدوري في وجهة نظري في مسألة أنه يرفع أوفر أحسن لعيب بيرفع أوفر في الدوري وعنده بيفيد أو بيكمل ده فيستوم مايلي المهاجم فانا عندي لعيب بيلعب أوفر كويس جدا وعنده لعيب بيلعب بدماغه كويس بنيجي لنص الملعب عنده مهند لشين وسط ملعب دفاعي مش موجود عند الزمالك النهاردة دونجا هيأثر كتير على أداء الزمالك جنب مهند لشين في بيرامدز في بلاتي توري المنطقة توريات الهجوم اللي قلنا عليهم اللي هما رمضان صبحي وإبراهيم عادل ومصطفى فاتحي المسألة في إبراهيم عادل أو الميزة في إبراهيم عادل ومصطفى فاتحي اللي هما الاتنين لعيبة أجنحة بتقدر تخش العمق الملعب ويسدد على الجول